وهذه هنا ثلاجة الطعم. الآن هذه الاستفادة دائما قبل الخروج للسيد هذه انواع او مشكلة انواع مشكلة من الطعم مثلا خلطة الحبار الصغير والكبير والتونة وبعض الطعم للأسماك الكبيرة او الخروج الاخر والقروج وعندنا هنا اسماك الساردين والضاغة والسلماني كذلك هنا زي ما انتم شايفين سمك السلماني كله وبعض الشدب العطلة الملحة هي وضع الطعم ثلج مع اضافة بعض الملح نحفوها عليها متى محاسك وبينها هذا الجمل طبعا هذه البارة عن نفتح نحفوها ولكن هي عبارة عن اه احشاء دجاج و الى اخر وهنا متى محاسك مع الثلج هنا اللي هو طعم ابو مقس ومع ابو مقس الى اخر من الفدة والاشياء والخليط طبعا المهروس ان ينسويه طبعا عشان كده متماسل طبعا علبة الديهان نظيفة تهكارة الحضرة وعلبة الكريم اللي تبغوها يعني شون زي ما تشابع اه معجون جاهز للخشب وزي كده طبعا علبة نظيفة الى اخر نجهزة لنوع الطعم افضل من نوع تخسر نفسك تشتري اشياء مالحظة اوكي وهذه طبعا عجين برضو سويتوا عجين متماسك عجين بالساردين تلربوا تسووا العجينة وحطوا عليها ساردين وهرسوا وسووا عجين بالساردين طبعا مفيدة جدا للصيد طبعا وهنا الدرمس بمكانك تاخده لمطاع صيدك اللي تصيده فهذا وهذا هي عبارة اللي انتم شايفين ما قدر افتح الآن لأن كبير ينقرفوا هذا عبارة عن الجذب الاسماك الكبيرة اللي هو عبارة عن اشياء محروسة كبيرة بطايا الاسماك محروسة مع عجين والى اخر اوكي هذي كانت موجز بسيط عن انواع الطرم او تجهز الطرم واعداده في البيت قبل ما تتطلع حلاص وهذا طلعا هناك كبير تشكيل الترج او مكعبات الترج يعني احنا نسوي شي بسيط بمكانك تحافظ تحط يعني انو حافظ على السمك حقك بحالة جيدة وهذه القعبة ثلتش ايضا اوكي انا ايضا بعضا مع الطعام الى اخر اشتركوا في القناة